نادية قالت، غدا نعود ليك بنتي بشتعة تقيراتك من هاد الورطة ولكن واعديني هد شي اللي غدا نعودو ليك مايقترش على حبك لامك ولا ليه انوها قالت، عاودي وأنا اللي غدا نقرر وهي تقول نادية، كنا بنات صغار أنا وموليا بنات حي شعبي، ما كان عندنا حتى تامن دي الخبزة عينة من الخدمة في الديور وحنا صغار عينة، حتى الواحد النهار خدمنا عند واحد الكوافورة ولقينا مولادها كتخدم في ذاك الشي الضعارة عرضات علينا نخدمه معاها وما كانش عندنا حل أخر الجوع كان قاهرنا وتمارى كتر والدل كتار منهم خدمنا وشدينا فيدينا في ليسات ولكن كانوا قلال بالمقارنة مع هد شي اللي عايشيني ولنا كنمشيوا مع هالكازينوهات وكنشربوه نقصروا وأي حاجة خايمة جات في بالك كنك نديروها حتى تعرفنا على رجال وخدمنا معاهم أسوأ خدمة في الدنيا اللي عندو شي حسام عشي واحد كيسا يفطولو بنت كتغويهو الطيحو بيش تاخد منو دكشي اللي بغات وهاد شي بمقابل احتا ولينا دكيات أولينا بدل ما ناخده المقابل كنناخده من الزابون اللي بغينا ولكن لينا احنا ومن بينهم كان حمد القاصيمي راجل لباس عليه ولكن الفرق أنه كان داف مونيا وما بغاش يطلق منها ولقاتها سبا وعاشت معاه وحد المدة بمقابل اكتب ليها شي حاجة من أملاكه وفي كل مرة كانتك تبغي تمشي كان كيكتب ليها شي حاجة باش تبقى كان كيبغيها حب جنونه وكان بحالة دراري صغار حدها احتلق راسهم فلس وأملاكه وفلوسه عند مونيا أملاكه اللي باعتها مونيا واخدات الفلوس ومشينا واسمعنا بعد مدة أنه انتاحر معرفناه واش مات بالقهرة على فلوسه ولا على مونيا نوها بدت كتبكي وقالت ناتيا بعد دكشي اللي وقع درنا صالون تجميل أنا ومونيا ولكن بقينا خدامات في ديك الخدمة الكحلة وفي واحد المرة تعرفت على راجلي بغاني وبغيته وتزوجني رغم فرق الطبقات اللي بيناتنا هو كان ولد عائلة وأنا بنت الزنقة وعرفنا صاحبه نعمان على مونيا واحتى هو بغاها وتزوجها بزدد على عائلته وهنا سهلات القصة وانسيناها احتى بان دكشك حاتم قلب موازيننا جاكي هددنا باللي إلا ما رديناش في الوثباه غادي دمرنا وغادي يكشف المسطور ولكن مونيا ترداته كنت عارفة باللي ما غايخليناش في حالنا خطيئة ذرناها في الصغر ودفعنا تمانها كبير وهي تقول لها يعني أنا كنت ضحية خطيئة يا الماما هاتشي قيعني أنه هو اللي فجره وطيل وقت الوالدية نادية قالت ماشي بعيد ولكن الخوفة بنتي دابة عليك انتي مزوجة بيه وحاملة منه قالت نوها أنا غدا نعرف الحقيقة كلها وإلى صدق هو اللي اقتل عائلتي غدا نتاقم منه شر انتقام وذيك شي اللي داروا فيا غايكون لا شي قدام داك شي اللي غدا نديروا فيا نادية قالت الله يحفظك من شر وبنتي خرجت نوها وهي كتبكي بعد ما عرفت الحقيقة اللي كانت قاسية ركبت في طموبيلتها وبقات كتصوق حتى لقات رأسها قدام دار عمر نزلت وهي كتمسح في دموحها اللي كانت بحال الشتاء بقات كتشوف في الدارش حال وتفكرات هدرة الضاوية اللي طرداتها شوية بان لها عمر خارج من الدار شافها وتصدمه وست باب الدار ومشى عندها وهي غير شافتو نقزات عليه وعن قاتو قال لها عمر مالك يا نوها؟ قالت أنا راني في وحلة كبيرة قال أش كاين؟ وهي تقول له آجي ركب معايا وانا غدين عود لي بكل شي اركم معاها ومشاو وبدات كتهدر من اللول حتى وصلت في قصة تمها وهي تقول أنا عودت لي بكل شي حيث انت أقرب واحد لي في الدنيا عمر بعد ما غدروني كل شي احتم عرفت أنك الوحيد اللي كنتي معايا صادق وانا اللي ما قدرتش قيمتك قال لها عمر هيد الحضرة ما عندها باش تفيدك دعبة المهم هو أنك عايش دعبة مع موجرين في الدار آه تفكرت شوية وهو يقول آه تفكرت ماللي تديتيني ديك المرة لبارتما كنت لقيت واحد الورقاء ديال تنازل أمير الحاتم على النص من الشركة ديالو ونسيت ما قلتها ليش نوها قالت تنازل؟ يعني ما دخل الشريك بنصيبه هو يقول عمر عرفتي من عند من غدا تعرفي الحقيقة كلها نوها قالت شكون؟ عمر قال المحامي رشاد داك الويل هو اللي كيخدمو حاتم وكيقضي لي هاد الحوايج نوها قالت ولكن كيفاش غدا نعرف منه؟ عمر قال لها أنا غدا نقول لك كيفاش مشايت نوها الفيلة ديالها وبقات كتسنة في حاتم احتوصل ولقاها لابسة شميس دنيا وطف يده ومشا على الشميعات قال لها حاتم ايش هاد الجمال كله؟ وهي تقول على سلامتك حبيبي جلس حداها وبقى وكيهضره قال لها حاتم ممكن نعرف سبب سعادة حبيبتي اليوم نوها قالت لي بغيتيني نبكي ولا وهو يقول لها حاتم أنا بغيت ديما نشوف هاد الوجه منور وضاحك قالت كان نتحك معاك والبنا هو اللي خلاني نتحك للي قال لها والبنا يعني هي تقول له مشيت وشفت ولقيتها بنت عنقها بدون كلام وبشدة وشوية هدر معاها وقال لها شكرا يا أجمل مرة في العالم كان حماق عليك شنو غنسميوها؟ انوها قالت لي مونيا شنو رأيك؟ حاتم قال هم؟ مخف كنت بغي نسميها على اسم أمي الله يرحمها دلال ولكن حيت بغيت نسميوها مونيا ما عنديش معلاء وهي تقول له حبيبي هون كنت تعرفتي على ماما هكيد كنتي غادي تبغيها وهتسمي بنتنا على اسمها أمي كانت مراعة ديما وبابا بغاها حيت هي هاكك قول لي يا حاتم انت عمرك سبق لك تلاقيتها حاتم قال ها؟ لا ما حصل ليش الشرف وهي تقول له ايش غنعود ليك عليها؟ هي مراعة عظيمة بزاف وشريفة واللي خدامين عندها كلهم كيبغيوها حيت قلبها صافي ونقي حاتم قال أنا ما شفتش ولا غنشوف في الدنيا قلب أصفى من قلبك وهي تقول له كتبغين يا حاتم؟ قال كان بغيك بالزاف عرفتي بنتنا أنا متأكد أنها غدا تخرجت شبه ليك حيت انتي ذوينا بالزاف ضحكات نوها ودازت ديك الليلة ونوها بقد كتفكر في داك شي اللي قال لها عمر كان قال لها سمعيني مزيانة نوها حاتم ما خاش يحس بأي حاجة باش ما يقاديكش غادي نراقبوه داك المحامي ونشدوه يهدر بزز عليه وديك ساعة نعرفوه شن ديرو واخا؟ قالت له واخا ابقات كتفكر حتى نعزات وفي الصباح فاقت وما لقاتش حاتم حداها وبقات قلسة كتفكر احتصونا لهالتليفون وكان عمر قال لها نوها وهي تقول له عمر اش كاين؟ قال خاسكي تجي وهي تقول لي فين؟ قال لها عمر غالي غديجي عندك وهي تقول له واخا انا غدا نوجد رازي بدلات نوها حويجها بالزربة ونزلات ولقات غالي كيتسنى فيها بالطموبيل ركبات ومشات احتوصلوا الواحد الغابة بقات تمة احتاج لعندهم عمر قال رهل داخل تهلينا فيه انا ورجال مزيان وهو مستاعد يقول كل شي نوها قالت واو انت واعر دخلات نوها ولكات رشاد وجهه كله مضروبه من فوق وكله دمعيات قال ليها رشاد انتي اخر واحدة كنت نتوقع انها تكون مورخط فيه هي انتي ايش درت ليك وكيفاش احتخرج منك هد شي كله قالت علمتوني ما في اخباركش انني انا هي مرات الشاف ديالك ولا نسيتي رشاد قال الشاف ديالي وهي تقول له دا بغت عود ليها كل شي ولا غت تشهد على روحك انت اللي بحالك احتى واحد ما غيحزن عليه رشاد قال حافك يا مادام نوها انا ماشي قد حاتم حاتم راجل ما عندوش قلب وما كيرحم حد ما حنش قلبه على الناس اللي ماتوا في لوطيل كيفاش غدي حنع لي يا انا وما غيقتلنيش انو هاك هلت يعني هو اللي فجر لوطيل قال ليها رشاد كان بغيقتل مونيا هو عندو هادش كله مع مونيا وكان باغي يدمرها كي ما دمرت عائلته انو ها قالت له سمعني مزيان ايلا ما قتلكش حاتم انا بقيد دي غدا نقل لك ايلا ما اهضرتيش قال ليها رشاد سبحان الله كنت ديما ديك المالاك اللي كل شي قيهضر عليها وهي تقول له اللي عايش معاكم تعلموك كيفاش يقولي شي طار وما يبقاش مالاك وانا صافي وليت ابليس بنفسه وما غتشوف مني من هنا الفوق غير اللي زلزلكم رشاد قال شنو بغيتي مني وهي تقول له بغيت نعرف كل شي شنو درت انتو حاتم رشاد قال انا ما درت وعلي حاتم هو اللي خططه دار كل شي وهي تقول له شنو دار دوي قال رشاد غندوي ولكن واعديني بالحماية وهي تقول له اه دار رشاد قال هو جا عندي وعرض علي مبلغ خيالي باش نقبل نخدم معاه وقبلت اول حاجة دارها تلم اني نجيب امير يلعب لقمر في واحد المرة كان امير قالس في البيرو دياله وكنت قالس معاه وقلت له في ناسة امير كان شي قصارة ولا وهو يقول شحال هادي ما قصرت في شي بلاصة بيني وبينك إلا عرفات نوها بهذا الشي غادي تقلع لي عيني من بلاصته قلت له هاد الشي كله وما زال ما تزوجته ايش غدير من اللي تكونه في دار وحدة قال امير غندير عقلي وغنمشي مقعد نوها رهيفة بالساف وما بغيتش نغضبها مني وانا نقول له اشنو رأيك في اللي قصرك قصارة ديال الرجال امير قال ديال الرجال قلت له اه مع الرجال هو يقول امير وايلي انا ماشي شات وانا نقول له لا قصدت تقصر مع الرجال في كازينو نقمره شوية وهو يقول امير اه هو اخو ما عنديش مانع ومشينا انا وامير امير الكازينو لعب ثانيه لعب ثاني وربح الخطرة اللولة واقتارح واحد من اللي قال سيني انهم يراهنوا على شركاتهم تردد في اللول وطلب انه يراهن بنصف الاسهم وصافي وافق كل شي وكريستينا شنو قصتها حتى هادي ولا هي غير كذبة حتى هي رشاد قال امير بالصح كان تزوج وولد امير بالصح كان تزوجها وولد معاها وهاجر هي اللي قالتها لينا وهي اللي مشات واتصلت بها وجابتها وهي تقولنها هاجر واشنو اللي كيجمحها بحاتم رشاد قال ماشي غير هاجر قاع اللي كانوا حداق مقدمين ولائهم الحاتم وهي تقولنها وعليش هاد الولاء كله رشاد قال حاتم تعلم وماكر بالزعف كيعرف كيفاش يشد على الواحد شي حاجة يبتنثو بها انوها قالت كمل قال لها رشاد هاجر تعرف عليها في الكازيون وهي اللي عوناته على كل شي كل شي كان مخطط له انهم يلسقوها في عمر والانفجار وانك ما تمتيش وموت رامي وجدتك كل شي حتى جودية هو اللي جابها باش تخلي جداتك الضهور صحتها ويقتلها في سبيطار هي ورامي ساعة واحدة انوها قالت حيواني وحش وشنو تاني قال ليها رشاد عقلتي على الوكالة خدالك بيها نصيب تيالك في الشركة وهي تقول نوها كنت عارفة وشنو تاني قال ليها رشاد لو اي قالت نوها حتى هو معاه رشاد قال هاداك قصتو بحدها وهي تقول يلا هادار شنو كتسنة قال ليها رشاد هو كان انسان مبدر بالزعف وكان ديما كيجي عن السيامير يتسلف منه علاقه بلقو علاق بلسي نعمان كان كيسلفه ومنلي عرفت حاتم عاوت له عليه وعرفته عليه وبقى كي تسلف منه حتى هو ولكن حاتم كان دكي كان كيخليه يوقع على شيكات احتوى سلو ديونه المبلغ مبقاش قادر يخلصه كان قدامه حاجة من جوش اما يدخل الحبس واما يدير دك شلي يقول ليه حاتم والتافق معاه يجيت لمنك نصيبه وفعلا جاء ومنلي قال لك حاتم رحليت الموضوع كانوا معايا كان كي تنازل له اي الحاتم على نصيبه يعني حاتم ولا شريك معاك في املاك باباك واملاك ماماك عنده في كل شي انوها قالت حقير نقول ليه شنو اللي ناوي عليه حاتم دابا رشاد قال قبل ما نقول ابغيت نقول شي حاجة العمر عمر قال شنو كاين هو يقول لرشاد وخض ربتيني وما حاولتيش عليها ولكن غادي نقول لك كان معاك واحد في الحبس اسميته محمد عمر قال ليه اه هو يقول لرشاد هداك من الرجال حاتم عمر تصدم هو يقول لرشاد وهو اللي هربك ولا حاتم هو اللي هربك وخطط انك تهرب وكان ناوي يلقاك ويقتلك عمر قال غن قتلك انت ودك زيدك وقال لرشاد نوها هو كان ناوي بعد ما قتل واليتيك واخدأ املاكك يقتلك وياخد كل شي ويمشي من هنا قالت يقتلني قال لها رشاد ولكن كان دون ما بقيتش هدي هي الخطة دياله حيث وقعت حاجة بتلات ليه الخطة دياله كلها نوها قالت شنو هي هاد الحاجة رشاد قال حملتي منه الحمل خلاهي تبدل ما بقيتش فيه ديك الشدة دقبل وما بقيتش فيه ديك الرغبة الملحة باش يضمرك تبدل وما بقاش باقي قتلك شافت نوها في عمر ورجعوا شافوا فيه بشوش وهي تقول غادي تقول هاد شي كله البوليس رشاد قال ما نقدرش غادي قتني وهي تقول نوها ما تخافش غا نحميوك رشاد قال كاين واحد الحاجة مهمة معرفتيهاش قالت شنو تاني قال لها مادام مونيا تقتلات في الثبيطار وهي تقول نوها كيفاش قال رشاد هو بإيده مشا وقتلها تنمى نوها قالت غا نقتله غا دا نقتله قال عمر تهدني يا نوها اجي محايا خرج عمر ونوها وبقا كيهدنها وقالت شفتي قال لها عمر اه شفتي هاد كان ناوي على كل شي قالت وشنو المعموم قال عمر غادي تتعاملي معاه عادي ما تحسيه بوهله ديك ساعة نفكره ردي بالك هاداك مجرم كبير وخطير وهي تقول نوها تغن ندمه كن واعدك وفي الحبس عند هاجر استجان قال هاجر عندك زيارة قالت شكون استجان قال لها نوضي ناضت هاجر ومشات حتى دخلت ولقات حاتم وقال لها هاجر كيدا يرا قالت شفتيه شو قعلي قال هيد يومين وانا كنقلب على رشاد اغبر قالت اكيد هي اللي خطفاتي قال حاتم شكون كتقصتي وهي تقول القلب ديالك ماذا منوها قال حاتم هش كتخر فيه هاديك كتخاف من خيالها وهي تقول هاجر سولني آنا عليها هاديك بحال الحياة كلنا كنا غلطانين فيها وهي سبابي في هاد الشي هي اللي لفقات ليتهمة وقتلات الراجل حاتم قال وليتي كتالوزي قالت هاجر احضي راسك هاديك رها قالت لمها انتي اش تعرفي هاديك بوحدها مافيا سمحتي مافيا حاتم قال انا غدي نحاولنا القرشان الى خطفوك كما قلتي وهدر امشينا فيها كلنا رجعتنو هالفيلة وقات كتفكر في ذاك شي اللي وقع كله كابوس كل شي تقلب بالليلة وضحاها علاج تدفع هي تمن خطيئا تاكبات همها في صغرها وتولي زوجة قاتل والديها علاج وعند راشاد ابقى في الضلام وهو مكتف حتى لقى حاتم قدامه راشاد قال حاتم كيف جيتين هنا حاتم قال نود اجي معي ضغية خرج راشاد مع حاتم وهو كهاج والقر جاي لبره مقتولين وقال كيفاش قتلتي هادو حاتم قال زيد زيد دابا عودلي كلشي من بعد مشاوف التو موبيل ضغية وقال راشاد يلا بعدنا دابا عودلي حاتم قال راقبت جي بي آس ديال تليفون بنها ولقيت هاد البلاسة الغريبة وعرفت انها خدفة كان راشاد قال تعطلتي بزاف تكرف سوحليا وهدوني ومحاها حتى عمر حاتم قال هاداك حسابه والاخر قول لي واش عودتي ليهم شي حاجة راشاد قال عودت ليهم كل شي تحت التهديد فرانا حاتم بالجهد وقال يعني نها عرفة دابا كل شي راشاد قال للأسا ضير حاتم على سنانه وتنفس بعنق وقال وشنو داروا معاك راشاد قال كانوا باغين اديوني الهوليس هو يقول حاتم واللي عندو شي حق كي ياخدو بإيدو راشاد قال اش غدي تدير دابا خلينا نهربول شي دولة هو يقول له حاتم كنتي ثولتين يا راشاد كيفاش قتل دك الرجال راشاد قال اه حاتم اجبت المثدس وقال بهذا راشاد تصدم وقال لي حاتم هذا المثدس كاتم للسود وكيدرب على بعد 150 متر صوبوه باتجاهه وقال ليه راشاد شنو بغي تدير حاتم قال انت هو دليل ايدانتي الوحيد وإلى مدتي حتى واحد ما غيقدر يشد ليه شي حاجة راشاد قال ليه انا انا كنت ديما وفيي ليك ودرت لي قاعدك شي اللي طلبتي مني بلا ما نقول الله حاتم قال له اي حاجة درتيها خديتي عليها المقابل ودابا خستك تاخد مكافأة نهاية الخدمة وطينا ليه فراسو ومات راشاد في البلاسا انزل حاتم من التموبيل ودار للجهة التانية وفتح الباب وبكل برود خرج راشاد وطيحه الأرض ورجع رقف تموبيل جومشا أمانوها كانت ناعسة في الفيلا احتصونا لها التليفون وكان عمر قالت له صبح الخير قال لها عمر عندي ليك أخبار خائبة وهي تقول شنو واقع قال القاو رجالنا مقتولين ورشاد مختافي وبعد مدلقاو مختول في الغابة انوها قالت شنو عمر صرف وخليهم يدفنوه حيت حنالي كنا خاطفينو مبغي ناج نطحوفش موشكي أكيد حاتم خاف لايعتارف عليه ويفضحه قال عمر هيد بنادم خطير غادة تجمعي حويجك وتمشي من ثمه فورا قالت واخا ناضط نوها تغيها وبدأت تجمع في حويجها يلا بدلت حويجها حتى سمعات صوت موراها كان حاتم وقال اش كتدير يا حياتي نوها تصدمات وهي تقول حاتم خلعتيني علش مدرتيش حسم اللي دخلتي حاتم قال كان كي حساب لي باللي راكين هاسا ومبغيتش نفيقك ومالكي كتر عدي شنو واقع قالت والو والو حياتي كنت كنجمع في حويجها شتى بش نخبيهم أراك شايف دابة جاي الصيف خاص نلبس حويج الصيف حاتم قال الخدامات يديروا هاد الشي انتي أميرة وخاص كيت تفشي وترتاحي بتاسمات وقالت مامشيتيش الخدمة قال لا غنبقى معاك آجي عنقيني أنا كان ارتاح بزاف من اللي كان عنقك آجي يا حياتي عنقها وقال عرفتي يا حبيبتي جوج دلناس اللي كان حضنهم دافلية انتي وامي كيف فكرني حضنك بامي إحساس ما حسيتوش منهارة زاديت غير مع جوج انتي وامي امي اللي ماتت قدام عيني وما قدرت ندير ليها وعلو ماتت بالقهرة ماتت وكانت كتموت كل نهار وإحنا ملاقين ما ناكله وفلوسنا كيتمتعوا بيهم ناس غيرنا ماتت بمرض كان كيخصوا 150 درهم في السيمانة ديال الدواء تخيلي ما قدرتش نوفر للمي 150 درهم وضاعت مني ضاعت الحنينة الوحيدة اللي كانت عينية في الدنيا بسباب مكانها بعدات من نونها وناضط وقالت ما دام كل شي ولا واضح ما كينلاش نبقاون متلوع لبعضياتنا فوقاش ناويت قتلني حتى أنا حاتم حاتم قال أنا ما غنقتلكش ما تخافيش ابغيتك تديري راسك في بلاستيانوها انتي ما شفتيش شنو شفت أنا وهي تقول شنو شفت قتلولك والديك وراجلك نهار عرسك ادعوا ليك رزقك وهما مزوجين بيك قتلوا عائلتك فرد بفرد اكيد الله اكيد مستحين دير راسي في بلاستيك حيث انت مريض حاتم قال كنت دي ما كنت مناك تكوني بحال أمك ولكن انتي ما كنتيش كتشبهي لها أبدا لو كنت بغيت نقتلك ما نولدش معاك انوها انا فعلا كان بريك وعمري كدبت في مشاعر بس صح انني ما درتش بحسابها ولكن فعلا بغيتك وما زال كان بريك وبغيت نولده بلدنا انوها عفاكي خلينا نساو اللي فات ونبداو من جديد قالت واش انت شوية في عقلك ايش من جديد نبقى مع اللي قتل عائلتي كلها حاتم قال سمعيني انا تعذبت بالزعب فوق ما تخيلي اش حال ما عاوتليك ما غداش تحسي تعذبت حتى ولا قلبي حجر وما كان حنع لحتة واحد نوها قالت سمعني انتا حاتم شفتي دك بنادم اللي عاد كنتي كتعاود علي هدابا وقلتي انه تعذب وتمحن ما زال غيشوف عاداب كتر على ايدي غناخد منك حق عائلتي واحد بواحد قال حاتم ابلي ما تتوعدي يا نوها انتي ما غد قدري تديري والو وانا ما باغيش نوريك الوجه الاخر تيالي حيث من ديما وانا كان عرفك ما لك وبغيتك على داك الاساس نوها قالت واش كتت تخيل انك ممكن تفلت من العقاب انت بلاستك الحبس حاتم قال اه اه ممكن نفلت انا معلي يا والو نضيف من كل شي انا كنقدم ليك فرصة على طبق من دهر تعيشي معايا وتكوني اميرة الاميرات وإلا غادي ناخد منك بنتي وغادي نبيه حقي في كل شي ونمشي وانا وياها من هنا اما انتي قاعي هنا انوها قالت له ما كيشرفنيش نولد معاك حاتم قال انا كيشرفني وبثاف ومن هنا الفوق ما منوع تخرجي من هاد الفيلا واللي بغيتيها غادي توصل حتى لعندك قالت غادي تحبسني قال لها مضطر ابقات نوها في الدار اما حاتم اختات تليفونها وقطع جميع وسائل الاتصال في الفيلا وخرج وبيت بو مولد الحرام قالت حراميات مزيان قال ليك كيبغيني هيدا مسطي ولشنو وبغادي نساكل شي ونبدو من جديد ابقات غادي جاي احتشافت ابنادم في البالكون شدات على كرشها بالخوف وشوية ودخل عمر وبدات كتبكي وقالت له عمر جات عن قاتو دغيا وقال ليها كنت عارف انه واق عليك شي حاجة قالت حبسني هنا وعتارف لي بكل شي عمر قال ما تخافيش انا معك وهي تقول الشي اللي خلاه ما قتلنيش هو البنت اللي يفكر شي قال لي يا اما غدا تبقى ينتي وياها اما غناخد بنتي ونمشي لو كان عرف ان البنت بنتك انتا عمر كون قتلنيش حال هادي ادخال حاتم وتصدم وفجأة لقاوه في وجههم ورافع لهم الفردي وقال كل شي خطط ليه وكل شي كنت داير منهم الحيطة والحذر وانتي اكتر واحدة فيهم كنت بريلة وكنت مسيطر عليك داك الشي اللي درتي في انتي ما دارتوش امك السيدة الشريفة كيفاش كنت غنطيق فيك ونعرف اناني غدينولد منك وانتي امك ابنت ليه اكيد انتي ما غدتاخديش منها العبادة اكيد غدتاخدي منها السفالة هو يقول ليه عمر ارد بالك اش كتقول نوها اشرف منك بزاد حاتم قال سمعوش كونك يهضر اقولي ليه نوها فوقاش خنتيني معاه كين كيدخل عندك من البالكون اكيد دوز ديها تشوف صغرك نوها قالت سكوت انت اخر واحد يهضر على الشرف حاتم قال شنو رأيكم نقتلكم هنا وما غديش نتحبس حيت لقيت راجل غريب مع امراتي في البيت وحاملة منه يعني خانتني باقي كيهضر حاتم ودرب له عمر الفردي برجله وطيحوله شدو وطيحو فوق الناموسية وبدأ كيدرب فيه وحاتم كيقاوم اما نوها شدات على كرشه وبقات كتغوز وحاتم بقى كيقاوم وهو يقول عمر جري ضغية هوربي هوربي نوها قالت عمر وهو يقول لها قلت ليك هوربي خرجات نوها ورجليها كيترعدو وشوية سمعات طلق ناري رجعت ضغية ولقات عمر في الارض مدروف رجله وحاتم مصوب ليه الفردي وقال ليه اغادي نقتلك خدات بزر بفازة كانت في الكولوار وضربات حاتم للراس بكل قوتها ضاخ وطلاح على الارض وفقت الوعي دياله وهي تقول نوها عمر خلينا نمشي خلينا نمشي ضغية قبل ما يفيق عمر قال ما قادرش نحرك رجلي وهي تقول أنا غدا نعيط لغالي يجي عاولنا عمر قال آه كان موت نوها قالت الله يحفظك ما تقولش غا تموت قالوا غالي اجي ضغية الفيلا غالي قال راني حداها كانت سنة عمر قالت طلع ضغية عافك ضغية شوية طلع غالي وشد في عمر نزله وخرجوا ضغية وهي تقول خاص نمشي ولس في دار قال لها عمر لا اديني لدارنا الواليد غا يتكلف بي غالي قال واخسي عمر قالت نوها كتحس بالحريق قال لها عمر آه بزاف وهي تقول ما تخافش دابة يمشي عليك بصلوا للدار ونزله عمر وبدأت ضاوية كتولول قالت يا قلت ليك بعد من هاد البنت ما غدت هالنحتة تموت المصطفى قال ماشي وقت هاد الهضرة دابة دخلوا وولدي ضغية لبيته انا غا نداويه ابقات نوها والضاوية خارج البيت ابقاوا كيشوفوا ببعضياتهم وما كيهدوش مو الدوه وما هكاك حتى اخرج مصطفى وقال اجي يا بنتي عمر كي حيات عليك دخلات نوها ضغية ولقات عمر بزكي وقال لها نوها اجي حدايه قالت عمر انا كنت خايفة عليك بزا الحمد لله حتى انت بخير وهي تقول لهم الضاوية ممكن نفهم شنو كاين علاش نوها ما هيش مع رجلها قال عمر نوها غدا تبقى هنا مستحيل نسمح ليها تعيش مع داك المجرد قالت الضاوية هادك رجلها وبات ولدها وهو يقول عمر هادي بنتي انا نوها حاملة مني انا مصطفى قاك يشوف وهي تقول الضاوية كيفاش وهو يقول عمر من اللي هربت من الحبس كنت معا نوها ماشي بحال ما قلت لكم كنت بحدي وتم حملات مني وهي تقول الضاوية لا حول ولا قوة إلا بالله قال عمر نوها غدا تبقى معايا هي وبنتي مستحيل نسلمها لذك المجرد خصوصا بعد معرف أن البنت ماشي بنته قال المصطفى بلغوا بيه البولير وهو يقول عمر هو معلي حتى حاجة دينا والتخلص منه مسألة صعيبة بستان أهم حاجة دابا هو خاص حتى واحد ما يعرف بلينو ها كينا هنا أهم حاجة دابا هو خاص حتى واحد ما يعرف بلينو ها كينا هنا حتى التليفونات نسدوهم وهي تقول الضاوية الله يسترنا شدات نوها في إيد عمر وشافت فيه وتكات راسها عليه وقالت له عمر اسمح لي على كل شي خالتي الدابا عندها الحق أنا سببت ليك تعاسى في حياتك كلها ما كانش خاصني نسطو فولكنا وأول حب في حياتي ولكن معرفتش نختار ماما كانت كتشجعني على أمير أمير كان أسوأ قرار تاخدته في حياتي خالتي الدويا عندها الحق ما تحملنيش عمر قال عرفت يا نوها أنا كان كي حساب لي ما بغيتي ميش وباللي غير كنت كانت تخيل ولكن من اللي هربت حسيت بالحب ديالك من جديد وتم جرحتيني واصدمتيني كتار من اللوه وهي تقول سمح لي يا بزداد أنا كنت ضاعة وما عارفاش وحتى ما شايفاش قال لي ها عمر سمحت ليك عرفتين أحسن حاجة في قصتنا كلها قالت شنو حط إيدو على كرشها وقالي أنه غدا تكون عندنا بنيتا شحال عندك دابا إنوها قالت ست شهور قال عمر بقى تلت شهور وتزاد بنتنا لتنية وهي تقول أنا مفتاخرة أن بنتي غدا يكون عندها أب حالك تحديتي كل شيء لقبلي وخا جاعدك شدت رالك بسبابي ما زال ركح دعية قال لها عمر حي تبغيتك حب حقيقي وما كنت باغي من الدنيا والو إلا أنك تبغيني كيف ما كان بغيك قالت نوها وأنا الأول مرة كنقول هالك من قلبي كان بغيك عمر وغانبقى معاك حياتي كلها وما غتفارقني معاك إلا الموت وديزو تلت شهور ونهم خبيه في دهر عمر كان عمر نعز وقلسات حدا وبدو دموحك إلى الزوء وهي كدوز لي على شعره وقطارات من دموحك يطيحوا على وجه عمر فاق عمر على قطارات التموع اللي طاحوا على وجهه ولقانوها حدا قال ليها مالكي وهي تقولي أنا خايفة بستها عمر قال ليها أجي حدايا تخشعي زيدي دخلات معاه نوها ونعسات على صدره وهو مع النقهة قال طول ما انتي معايا وطول ما أنا عايش على وجه الأرض ما بغيتك تخافي من وعله سمعتي أنا ما غنسمح لحتى حاجة تمسك لا انتي ولا بنتنا دازت شهور ونوها مخبيه في دار عمر اللي تعافات رشله مسيان من أطار الدربة احتوصل نهار لولادة بالليل وهي تقولي عمر عمر فيق عمر قال ليها مالكي وهي تقول حاسة راسي غدا ولد اللي ما كينزل مني بستها قال ليها عمر واخا ما تخافيش أنا غنعيط لماما تشوفك تكاة ما تخافيش نفسي بعوق أنا راجع مشا عمر كيشريل عند أمو وعيط ليها وقال ليها بلينوها كتولد جات عندها بالدربة ودخلات عندها البيت أما عمر وباه بقاوا على بره شوية خرجات أمو وقالت ولدي أنا ما غنقدرش نولدها في الدار ضروري اندي وهلس بيطار عمر قال ولكن أنا خايف القانحات يمت المر مصطفى قال لي شكون غيقول هالو وزيدون ده بأهم حاجة نعتقونوها البنت شحال هادي ما شافها طبي أكيد حالتها غدا تكون صحيبة عمر قال أنا غنمشي نشوف شي طموبيل ونديوها دغية ما عنديش حل أخذ مشا دغياجات طموبيل وداونوها لسبيتار دخلوها دغية وبقا عمر بره وهو والديه أعلانها وبعد ساعات خرج عندهم الطبيب وقال ليهم بلينوها والدات والبنت داروها في الجاج وباللي نوها خاصها شوية تبقى تحت الملاحظة حيت جسمها ضعيف ادخل عمر يشوف بنته ودمعه عينيه وقال ياكا بنتي ما جيتي اختخلعتين عليك وعايتي ما مانك ولكن معليش انتي بنتنا اللولة ومن حقك تفشي غادي انتهالباو في حبيبتي ما تخافيش مشا وبقاك يشوف نوها ابقى معها وهو كيبكي وقال ليها نوها حياتي راني شفت بنتنا اذوينا بحالك شكرا يا احلى مرة في حياتي غادي نعطيكم عمري كله غادي نعطيكم عمري كله حيت عطيتيني الحياة حلات نوها عينيها وقالت بغيت نشوف بنتي قال لها عمر واخا حياتي غادي نجيب هذا مشا عمر بزربة وبقات نوها في البيت بوحدها فجأة لقات حاتم داخل عليها وهيز بيبي من ايديه وهي تقول لي واش كان حلم ايش بغيتي حاتم قال جيت نشوف بنتي هادي بنتي يا نوها ماشي بنت عمر نوها بدت كتعيط على عمر وهو يقول حاتم عيطي عليها حبيبة احتاج شبعي لاحقي عليها الى قديتي ما زال غنطلاقعو خرج دغية ونوها بدت كتحاول تنوض بصعوبة ومقادراش وكتغوض امشى عمر الجناح الاطفال وبقى كيقلب على البنت والقاتل ما واحد الممرضة وقال لها سمحي لي يا اختي البنت اللي ولدتها مادام نوها القيدي فين هي قالت لي هي ممرضة جاء باباها وهزها ودها لعند امها عمر قال ايش هتشي كتقولي انا باباها وهي تقول له الممرضة انت هو السحاتم القاسمي راجل مادام نوها عمر قال ليها انا عمر الخالدي ما تقوليش باليداك المجري مخدالي يا بنتي الممرضة قالت احنا كانت عاملوا بالوتاء قسيدي وهو ورالين العقد ديالزواج انشى عمر بصرح لغرفة نوها ولقاها في الارض كتبكي قالت لي حاتم اخدالي يا بنتي جاء عندي شفته قال عمر ما تخافيش انا غنرجع بنتي نوها قالت رد لي بنتي يا عمر رد لي يا بنتي ومن بعد خرجات نوها مستيطار والضاوية شدة فيها وداتها الفيلا يومين ما باش فيهم حتى اثار الحاتم وهي تقول نوها عمر وصافي ضاعت بنتنا وصافي هذه هي النهاية حاتم كان مراقبنا مسيان وعرف نقطة ضعفنا اللي داروا قبلكم وهدش اللي داروا دابكم تاني قال لي هعون انوها تهدي انا غديلقاها قالت ما زال ما فرحت بيها ما زال ما شفتها مهزيتها بين ايديها ناضع عمر خرج من البيت ومشا وبقات نوها كتبكي شوية جات على بالها المزرعة ديالحاتم وهي تقول المزرعة كيفاش ما جاتش في بالي اكيد حاتم خبي بنتي تمام ناضعت بسرعة وخرجات ومشات ركبات في طو موبيلتها والضاوية كتعيتم وراها قالت راجعينتي باقة مريضة فين غادا نوها كثيرت نوها بسرعة ابقات حافظة طريق تمشيت بالزاف وفي بالها حاجة واحدة بنتها وفي الاخير وصلت للمزرعة تحلوا ليها البيبان ودخلات بالطو موبيل القات حاتم واقف ومربع يديه وكيشوف فيها ابتقة نزلات وهي كترجم وقالت فين بنتي يا حاتم؟ حاتم قال بنتك ما بقيتش بنتنا وهي تقوله ارد لي يا بنتي ويش ما كفاكش ذك الشي اللي درتي فيها حاتم قال ما كفانيش ومغيك الثانيش عرفتيا نوها اللي دارته ماماك بعائلتي بوحده ما يجي واله في ذك الشي اللي درتي لي انتي كنت مستعد ننسى كل شي من اللي قلتي لي بيدي راكي حاملة وفعلا ننسيت وفرحت وقلت اخيرا عندي شي حاجة اللي نعيش على قبلها ننسيت حق ديت تجاهك وبديت كنبغيك وفعلا بغيتك وكنت مستعد ندير اي حاجة على قبل مراتي وبنتي ولكن انتي بكل بساطة حاملة من واحد اخر وكتنسبيه الواحد اخر انوها قالت انا قدامك دير فيا اللي بغيتي ولكن بنتي لا لا حاتم لا ردها لباها هي ما عندهاش دنب ما تحملهاش دنب ماشي ديالها كيما دفعت انا تمان دنب مرتاكبتوش حاتم قال هادي بنتي انا غلنا اخدها ونمشيو من هنا وانتي وعمر خاسكم تموتو نوها قالت له مستحيل مستحيل خليك تديرها هز حاتم الفردي باتجاه نوها وقال مو تيانوها وتيقي بيلا عمري بغيت ولا عمري غادي نبغي شي وحدة من غيرك وفجأة باليها عمر ما عرفاتش مني نخرج وضرب الفردي الحاتم وطيحوليه في الأرض شدو في بعضياتهم من جديد أمانوها استغلات الفرصة ومشاتك تجري دغيال القصر ودخلات وبداتك تقلب على بنتها في كل بيت احتى سمعات صوتها ولقاتها في نفس البيت اللي كانت نعزة فيه نهار جات هنا بداتك تبكي وكتقول بنتي خداتها وعنقاتها وبقاتك تبكي وقالت بنتي ما تخافيش غنخرجوا من هنا ما تخافيش يلا غدا تنزل من تروش وهي تلقى قدامها حاتم بداتك ترجع للور وهي تقول له مستحين خليك تاخد مني بنتي مرة أخرى قال ليها حاتم كان بغيك نوها وفجأة طاح قدامها هزيت رأسها ولقات عمر هزي الفردين مصوبوا تجاهه قالت عمر واش قتلتين وشافت في عمر وحتى هو طاح وما بقاش قادر يقص امشيت قجري عنده وقالت له عمر مالك واش انت لاباس قال ما تخافيش انا بخير غاد قصحت وهي تقول له غنحط بنتي في الطموبيل وغنجي نعاونك عافة كدير مجهود كون قوي عمر قال عيطي البوليس وهي تقول له واخا وفعلا جاو البوليس وداو عمر لسبيتار ونوها خدات بنتها وواحد النهار مشاب نوها لسبيتار تطلع لعمر وهي تقول الضاوية فين غادة نوها قالت نشوف عمر الضاوية قالت لها اعلى مبالية ما حد عمر كيعرفك غايب قديمة ايام مرة في الحبس ومرة في سبيتار وهي تقول لهنها ايش كد قصتي المصطفى قال عمر داوه البوليس هو وقت الحاتم انوها قالت غادة نهضر مع المحامي ونخرجوه ما تخافوش هاد المرة غنخرجوه اولا ندخل آنا في بلاستو عمر خاصو يخرج ودازت محاكمات من جديد وتحقيقات ولكن هاد المرة بانت الحقيقة الابتزازات اللي دار حاتم وتفجيره لوطية واللي تبت فيها تورطه بعد ما بان احدى الصور ديالعرز وهو لابس الباس السرباية واحتى الشهود اللي كانت من بينه منها واللي تبتاد للقاضي ان عمر دافع عليها بعد ما كان حاتم كيحاول اقتلها واحتالوا ايو محمد وهاجر واخيرا حكمات المحكمة على عمر باستجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ اما بالنسبة الممتلكات قد رات نهات استرجحها عن طريق الوكالات اللي لقاتهم عند حاتم ماشي غير هادش وانما ورتات احتى أمناك حاتم حكم انها زوجة شرعية ليه ودازوا شهرين وكان عمر جالس مع نوها وقال ليها نوها انا خايف نطلم منك الزواج نصدق هاد المرمية ماشي غير محفوظ غوبشات نوها وقالت ما تزوجنيش بنتنا ما موافقاش عمر قال راني حبيبت باباها ونوها حبيبتي تقابلي نشمعوش من ونولي وقسرة واحدة نوها قالت انا انا شحالت تنيت هاد اللحظة في اخبارك كنت تحقدت من الزواج ولكن هاد المرة متحمسة بالزعف غادة نلبس الكسوة وغنهز الورد قال ليها عمر غنديروا كل ما في خضرنا كان بغيك نوها وهي تقولين كان بغيك عمر وهذه كانت نهاية قسطتنا كانت من تكون عجباتكم وخليوا اراءكم عليها في تعاليق وانتلاقوا في قصة جديدة ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة